منذ مطلع العام الحالي والقطاع الصحي يعاني من عجز في الدواء وصلت نسبته إلى 52% مرحلة غير مسبوقة لها تبعاتها المأساوية على مريض بات يتأرجح بين الحياة والموت أنا مريض السرطان اللي ثلاث شهور بأخذ العلاج ما بلقه الشيء من وين يعني بدنا نروح نشتريه؟ لو بدنا نشتريه علاج وغالي وما فيش شايفين ظروف البلد وظروف الدنيا والناس بتعاني من الحصار من قل الدواء كمان ارحمونا يا ناس ما فيش بنفعش هذه الرحمة من الله كمرضى يكون بعيد عن الخلافات السياسية أنا مليش دعوه في غزة ورمالله وحماس وفتح والتحولات الطبية والمواضيع هذه كلها وزارة الصحة طالبت الحكومة الفلسطينية بالإسراع في إرسال الدواء وحملت إسرائيل المسئولية عن حياة المرضى نتيجة حصارها الذي ضرب عصب المنظومة الصحية من خلال منع دخول الأدوية والوفود الطبية فضلا عن عدم السماح لـ 45% من المرضى للسفر واستكمال علاجهم في المستشفيات التخصصية خدمات في وزارة الصحة شبه منهرة خدمة السرطان عجل 62% خدمة الرعاية الأولية يتجاوز 70% وما يقارب الـ 500 طفل لا يجدون حليبهم العلاجي وهذا يسبب شلل عند هؤلاء الأطفال وزارة الصحة تطلق نداءها الأخيرة لإنقاذ مرضى غزة وتنذر بما هو أصعب وأسوأ من كارثة صحية وإنسانية في الأيام المقبلة لا حلول تلوح في الأفق لغاية الآن القطاع الصحي يأن تحت وطأة الحصار والانقسام أزمة الأدوية قادمة جديدة لكنها هذه المرة هي الأخطر من حيث الكمية والنوعية لانا شهين غزة أعلم يا دين